لافت للنظر أيضا والذي يشير إلى تخبط المعارضة التركية هي أنها فقدت الأصوات أو فقدت التقدم في المناطق التي شهدت الزلزال المدمر أغلب هذه المناطق كانت تمنح أصواتها فيها السابقة لحزب الشعب الجمهوري ويفوس بها حزب الشعب الجمهوري لكن حدث العكس أردوغان هو من تفوق وبالفعل استطلاعات رأي التي أشهرنا فيها لحضراتكم والتي أكدت على أن هناك ثقة كبيرة من قبل سكان مناطق الزلزال في أن رئيس التركي رجب طيب أردوغان بإذن المولى عز وجل هو الوحيد القدر على إعادة إعمار هذه المناطق لذلك أردوغان تقدم في هذه المناطق حتى ولاية هاتي والأغلبية العلوية في ولاية هاتي فيها السابقة قبل قدوم يعني حوالي نصف مليون لاجئ سوريا أو مقيم سوريا أو من الأشقاء السوريين في هذه المنطقة وإحداث حالة من حالات التوازن فيها التركيبة السكانية لكن فيها النهاية الغلبة لأصحاب قطعا الجنسية التركية وهو من الفائل العلوية وفوجة الجميع بأنه في ولاية هاتي حدث توازن فيها الأصوات تقدم بفرق تخيف للغاية كملك الاتشدار أغلو لكن في أنها حدث تساوي في الأصوات بين أردوغان وكملك الاتشدار أغلو وهو ما يعني ارتفاع النسبة المويدة لأردوغان بشكل كبير في مناطق الزلزال الأمر الذي دفع المناصرين لحزب الشعب الجمهوري لتوجيه شتائم توجيه شتائم وألفظ خارجة على مواقع التواصل الاجتماعي لسكان مناطق الزلزال وللمتضررين من الزلزال وهاجموهم وقالوا لهم نحن قدمنا لكم مساعدات وأنتم الآن تمنحون أصواتكم لأردوغان سنمنع تقديم مساعدات لكم في المستقبل في الأيام المقبلة بل إن بعض من الجمعيات التابعة للمعارضة التركية سحبت نفسها من هذه المناطق وعادت مرة أخرى لأنقرة ولإسطنبول اعتراضا منها على ذهاب هذه الكتلة التصويتية لصالح أردوغان لكن أردوغان يعني يقدم كل ما يلزم لهذه المناطق وحاول جاهدا هو رجاله بالفعل أن يقدموا يد العون لسكان المناطق المتضررة وبالفعل سكان المناطق المتضررة منحوه الثقة في هذه الانتخابات اشتركوا في القناة